اهلا وسهلا مرحبا بكم معنا مرة اخرى على صوت العدالة اليوم من مدينة الرحمة جينا عند واحد سيدة لبينة النداء ديالها سيدة اللي تعرضت لواحد المؤامرة خطيرة من طرف الزوج ديالها طاليق من بعد ما تطلقات وعيشها في الدار اللي هي في الاسم ديال الزوج ديالها عيشها هي ووليداتها ثلاثة الوليدات حتى كتفاجأ بأنه كيتحكم عليها بالإفراغ من الدار ديال الطاليق ديالها اللي فيها الأبناء دياله سنسمعوا لهذه السيدة كيف الجهة الطلاق على شجاة وكيف الجهة الإفراغ للا يطينا جينا عندك مرحبا بك على صوت العدالة شنو المشكل كيف اشتغلت لقوه إمتى طلقتو وشنو ليوصلكم لهذه الداراجة هذه أنا أقول لك أنا أقول لك السلام عليكم أنا مزوجة بتسيدة من 2008 المدة 14 سنة وأنا مزوجة بي وصابرة مع الحارة والحلوة اللي كانت تفاجأ بي وتسيدة ما بقاش بغي يخدم كيتواجد على دو مجازا دياله حرة ديال من الفلوسه عنده أباقتومون دياله وباخير قلنا نتعاونه آنويان صبره على الوليدات مش مشكل كانت تفاجأ بي ما بغي ليخدم لواله خدمت في الشركة دولي دول خدمت مخليت فين خدمت خدمت في الصالونات مهم كنت نصرف وتنجيب على وليداتي واحد نار صفائت أنا كنت نشوف راسي أنا كنت نصرف على واحد ما مريض ما معاقمت شي حاجة قلت لهم ندير طلق الشقاق مشيت المحكامة أنا ويالمشاكيل دائما دائما الوليدات ستطلعون معقدين قلت ندير طلق الشقاق مشيت المحكامة خرجت لي النفقة من نهار 25 في شهر واحد ما كان توصل 25 شهر واحد في هذا العام أولاد 22 ديال 22 ما كان توصل بحتى شي حاجة حتى شي تعويض بقيت غالسة ما قلت لي حتى شي حاجة بقيت خداما ذاك شي اللي قسم الله كان نصرفه على وليداتي وعيشانيت معي الأم ديالي صافي بقينا غالسة بقيتو في هذا البيت ديالو في سميتو هاد الدار هالي في سميتو والإصلاحات وهذا شي كامل أنا اللي بغيتي تسوله أي واحد أنا اللي كان خدمه أنا اللي كان صرفه كانت تفاجأ بسيط جاني دقائلي قال لي إختي إمسا تخرجي يعطينا أجل باش تخرجي من الدار قلت لي هنا الدار قال لي هاد الدار هادي قلت لي عليش غال خرج منا قال لي عندك حكمت لك المحكامة بالإفرق وأنا ديجا دير محامية مني جاتني استدعى درت المحامية ودك شي مخدات لي الحقي لا تشي حاجة كيف درتي محامية متبع معاك الإجراءات ديال هاد الدعوة معمرك حضرتي انتي لا معمري ما حضرت المحامية كانت كذوية بلا ما تحضرين أنا اللي غنكون في الجلسات والمحامية براسة هي تفاجأت بأن هاد سيد مك يعطيني للا تعويضات لواله ودير دعوة استعجالية كيف تحكموا لي باستعجالية أنا ما فهمتش وخا هاد المحامية مدلاتش أن هاد سيد راه طاليق دياليك وبغي فرغاك لا مدلاتش أنا سيد جان عندي قيمتا غتخرجي قلت لها سيد راه ما عنديش فيغا مشي بقيت فيه هاد السيد ليجا أنا بقيت فيه شفق فيه شفل وليدات معي وشفق فيه قال لي أنا ركن سحبك غير كارية عنده هاد المنزيل وما بغيتش تخرجي لي ما كنسحبكش طاليق دياله من اللي مشيت المحكامة قال لي يراه عندك إفراغ ومعندكش حق استيناف هلاش عندك محامية وش محامية مدارش استيناف لا ونتي تبلغتي ولم تبلغتيش لما تبلغتش وما رجعتني شي ورقة ديال لما رجعتني شي السيد إذا المحامية تبلغت؟ محامية تبلغت وما قالتش لي كارا تبلغت ورا ما عندكش حق استيناف ولا وش تستان فيه لا ما قالت لي ويلو قالت لي يلا راندو الحق راندو الدار ديالو ورى الملك ديالو عندو الحق قلت لان هالول انا ما قلتش لي هكا قلت لي يلا رحيت ما كيعطاش النافقة راحنا غدير ربح ودعوه وده بأنا يا قالسة انا متهدك وفي اي لحظة يجيوا يخويوني الدار ما عندي شفقة عمشي بثلاثة الوليذات انا مخدامة ماشي شي ما حاولتيش تواصلي معاه تهضري معاه وليش يحدم العائلة يهضر معاه لا ما كانش اي فيما كان ندير معاشي تصاريش حاجة يقطع لي كي عيرني بالكلام الخيب وبشهادة ديال الجيران انا عشدك نهار افرج فيي قاش جيران انا عشدك نجي انا عشدك نجي جوجي بي المرة اللولة وش كان في حال هاكا لا ما كان شوكا وما كان عنده حتيش حاجة كي تصابرها معاه عنده بيت في دارهم وبالصبر ديالي انا دار محال ديال بيعو الشرع ودار هاد المنزل هذا وخدمت معاه ووقفت معاه وصلحت وما خليت ما دارت معاه وتستلفت من عند أخوتي ووقفته ولكن ما بيلي حتيش حاجة قلت اللهم انت فارق انا وياه بين الليلة وضحاها التقلب اه صافي موقعش بغي لي يخدم الوالو ما مريض ما معاق متش حاجة وش من بلي اه من بلي اه من بلي كان اخوش نخدم كي قولي يا ولاد ورا كي سخرنا نجيبولي ونجيبولي كي سخر ولادو لا ولا ولا قواتي اللهم ما حاولتيش انك تستاشر اشي محامي اشي على هذا الحكم هذا ما عارفهش حيث انا عصر ما فيتش فيه هاتش انا قلت احنا في الدار يعني في الدار غي ولادو ورا مش شي واحد اللي برانيين ولا شي وحدة جبسهم انا من عندي ولا غي ولاداتو وما كيصرفش عليهم ما كيشوفهم ما كيطلقى بيهم ما عارفهم فين كيقراه ما عارفهم مش لابسين في اعياد في اي حاجة انا دي ما انا هاد النافقة اللي ما تعطيكش ده بعام ما اللي اطلقتو ما عمرك طالبتي بيها ما ما ارفعتي دعوامة والو ما عمرني طالبت بيها لحد الساعة والحد الان ولو جاني الافراغ عمرني ما طالبت بيها وما عمرني تعيتو الان حد الساعة انا بقى ما داعيه ما تشي حاجة لا حول ولا قوة الا بالله اعزائي المشاهدين كيف شفتو معنا فالسيدة بتلاسة ديال الوليدات ولادو وكيمشين المحكمة باش يفرغ ولادو باش يشرد ولادو مع العلم انه ما تعطيهمش المستحقات ديالهم حتى المصرف ديالهم اللي حكمت ليهم المحكمة بيه ما تعطيش ليهم الدعوات قامت المحامية كينة وما كدليش بانها الطالقة دياله علامة استفهم واش هد المحامية كانت كاتحضر ولا ما كاتحضرش علامة استفهم واش هد المحامية تبلغات ولما تبلغاتش علامة استفهم ولكن المتعارف وهو الى تبلغ المحامي اولا صاحب الدعوة المدعى عليه عاد ما كيبقاش عندو حق في السيناف مدام تسيدة مشات المحكامة وقالوا لا ما عندكش حق في السيناف الا انت تبلغ كين وفات الاجال القانوني ديال السيناف فهنا كنوضعوا علامة استفهم كنقولوا لهد الأب واش قلبك حجرة واش هد الوليدات ماشي وليداتك موسيقى 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 اليوم الدنيا وغدى الاخر هد الوليدات هد الوليدات تقصدك الزومبي يدكوا بسنانك ماشي تعطيهم غير الدار تعطيهم حتى باش يعيشوا فهنا كيفاش نشوفوا هد القلوب المتحجرة وهد القلوب اللي وصلت لهد الدارة جاف بلادنا رحنا مسلمين وحنا مقبلين على شهر رمضان شهر الغفران واحد غي دير فولاده هد الكاريتة دي اللي يفرغهم ويخرجهم الزنقة لحنين لرحيم حتى مصروفهم ما تيعطيش لهم فلا حول ولا قوة إلا بالله اما انت بغيت وشهر رسالة ديالك اختي انا بغيتهم يديرهم معي شي حل وليش حاجة الوليداتي بغيتهم مش يتشرضوا ما بغيتش ولداتي تشرضوا انه ولداتي مش يدير الزرقاء والله العظيم الى هد دموع ديال الامي لقد تحاسب الى غدا يوم القيامة احنا ما كنعرفوش هش واقع ما بين المرأة والراجل ولكن كنشوفوا في الوليدات الصغار فين غي يعيشوا فين غي يمشيوا لا حول ولا قوة إلا بالله اعزائي المشاهدين كان معكم في تعليق الحرب عبد الكبير الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا